هذا هو تواصل مراكز التطعيم في المملكة استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث تجاوز مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء أمس الخميس مليونا ومائة وتسعة وعشرين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون وخمسة وسبعين ألف شخص وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم نحو مائتين وأربعة وثلاثين ألف شخص فيما بلغت نسبة تطعيم الفئة العمرية من أربعين عاما فما فوق أكثر من ستة وسبعين في المئة